ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن عملية الضخ الكامل للمياه المحلاة لسكان قطاع غزة من محطات التحلية التي أقامتها دولة الإمارات في مدينة رفح المصرية بدأت اليوم واشرت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن بلادها نجحت في ضخ المياه إلى داخل القطاع في توقيت يعني فيه سكان غزة من شح المياه المحلاة حيث سيقوم خط المياه بتزويد مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب